ابن ابي الصرح ايضا كانت له حكاية كان قد اسلم وهاجر من مكة الى المدينة وكان من كتاب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم انه ارتد عاد الى الكفر مرة ثانية وفر من مكة الى الى المدينة واخذ يجلس في مجالس كريش يقول لهم اني كنت اكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن فكان يملي علي فيقول اكتب عزيز حكيم اقول او عليم حكيم يقول لا بأس لا بأس يعني هو يجزب على الله نواب الصرح يجزب على الله سبحانه وتعالى ويجزب على الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو الذي يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ولو تعلق باستار الكعبة هزا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهزا يعطينا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب فهل قتل ابن ابي الصرح لم يقتل انما الذي حدث انه لجأ لاخيه من الرضاعة عثمان ابن ابي عفان رضي الله عنه وكان رجل من الانصار نزر لله ان لقيه ابن ابي الصرح هذا ان يقتله لانه كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلجأ الى اخيه لعثمان ابن عفان رضي الله عنه واختبأ عند اخيه حتى فتحت مكة والنبي عليه الصلاة والسلام اعطى الامان لقريش وبدأ في مبايعة الناس على الاسلام فلما بدأت المبايعة جاء به اخو عثمان رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام اخذا بيده وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بايع ابن ابي الصرح ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ولا يمد له يده يعني المبايعة عند العرب بين الرجال كانت فيها او كان فيها المصافحة بين الرجال لكن ليس بين اه الرجال والنساء ليست من المبايعة كانوا في الجاهلية كذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مبايعة النساء فانه ابى ان يمد يده يصافح النساء في المبايعة رغم انهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم ابايع كن كلاما انا لا اصافح النساء. صلى الله عليه وسلم. فيمد يده ابن ابي الصرح والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمد يده. لا يريد ان يبايعه. والرجل الانصاري الذي نظر ان يقتله يقف. وعصمان رضي الله عنه يريد لاخيه من الرضاع الخير. يريد له الاسلام. يريد له الخير. فيقول يكرر مرة ثانية على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله بايع ابن ابي الصرح والنبي عليه الصلاة والسلام يشيح بوجه عنه ولا يبايعه. ثم يمكس عصمان وقتا. مرة الثالثة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بايع ابن ابي الصرح فيمد النبي عليه الصلاة والسلام يده ويبايعه ويسلم عبدالله ابن ابي الصرح ويحسن اسلامه بعد ذلك.